حطت رحالهم أو ما بقي منها في أرض منفاهم الجديد ومعهم ذاكرة نازفة بسيل من القصص عن الحصار والموت اليومي في أرض شهدت ولادتهم وشهدت سلخهم عنها شيبا وشبانا وأطفالا وفي جغرافيا الموت تنقلوا حتى وصلوا إلى مدينة الباب شمالي سوريا إنهم المنفيون المهجرون من غوطة دمشق الغائبون عنها والحاضرة في وجدانهم أكثر من خمس سنوات من الحصار بنيران الأسد كان عنوانها الموت لكل من طالب بالحرية أما تفاصيلها فتتجلى بيوميات أشبه بالكوابيس المرعبة وكأنما هي جسر من الجمر بين ضفة الولادة والموت مرحلة قاس فيها أهالي الغوطة قلة الغذاء والدواء وفقدان الأحبة بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية هو الخوف الدائم من شبح اقتحام قوات النظام لبيوتهم أحد مهجري الغوطة المفجوع بسبعة من أبنائه يروي طرفا من مآسي الحصار بوجه يحاول إخفاء المأساة ببسمة المتفائل الذي لا يفقد الأمل في العودة كما أنه لا ينسى أياما صار فيها البحث عن خبز الشعير أمرا مستحيلا فلجأ المحاصرون إلى طحن أعلاف الحيوانات لإسكاة الأطفال المتدورين جوعا أول شيء خبز ما فيه شعير تطحن الشعير قبل الشعير علف علف الدواب جاء أبو صار يبيعه بدك تسجيل تسجيله يلحق دور ما شاء الله ندرجيه من الدكار بدك بيلحق خمسة كيلو ثلاثة كيلو مليومين ثلاثة حصار لم يتوقف على منع الطعام والشراب بل تعداه إلى حصار النور عبر استهداف محطات الكهرباء أطعي الكهرباء في 2 شباط 2013 لطلعنا نحن 14 نيسان 14 نيسان 2018 خمس سنين هذا النور لا يوجد كهرباء ولا من عند النظام أبدا ولا شمع الكهرباء أبدا حيث تحولت كل الجهات إلى مرايا حصار لم يستثني حتى الشمس التي باتت محاصرة عندما اضطر القصف المتواصل الأهالي إلى العيش في الأقبية لأيام طوال وأشد ألما من ذلك أن الحصار طال حتى الهواء عندما تنفس الناس الكيموي مرة عديدة